خلال زيارته لولاية جيجل حضر وزير الصيد البحري جانبا من عملية بيع وتفريغ حمولة الصيد واستمع مطولا لانشغالات صيدي الولاية ليتوقف بعدها عند كل من ورشة صناعة السفن وسوق الجملة الجديد وبالعوانة تلقى سيد احمد فروخي اهمية ميناء الصيد والنزهة الذي سوف يسلم بداية من فصل الصيف المقبل كل هذه الاستثمارات كانت عمومية ولا خاصة يزمنها في اقتصاد الصيد وتنمية ايضا تربية المائيات في المناطق هذه السحيلية نظن في هذا الاطار نقدر في نفس الوقت نطور الاقتصاد وفي نفس الوقت نجعب مع الاشكاليات المطروحة من الصيدين ومختلف المتدخين اما بولاية ليلى فقد الحى الوزير على ضرورة انشاء مركز للصيد على مستوى سد ابن هارون الذي عرف ارتفاعا محسوسا للصيد القاري به والاتفاقت 660 طنا بالاضافة الى كونه يمثل وجهة سياحية واستثمارية واعدة